الأخ أخذ الموضوع بجانب إيجابي هو كان نوعا ما كلامه في جهة معينة متوازن وذكر أنه الإيجابيات أنه الإيجابيات لبعض الأمور العشائرية بها إيجابية نحن نشجع عليها ويمكن ما أشار بشكل مباشر للسلبيات اللي هسا حاليا المجتمع العراقي يدفع ثمنها أولها امتلاك استلاح المنفلت اللي حاليا لدى العشائر هي بسلاح ذو حدي ممكن أنه تحمي نفسها ممكن بشكل آخر أنه يكون نزاعات عشائرية حتى أكون منصفة وما أخلي أحد أنه يأخذ ذكر المناطق بشيء من التحسس مثلا نزاعات العشائرية في بعض المناطق الشمالية بس هناك القانون أقوى مسيطر عليها في الوسط في الجنوب على مستوى عالي بس خلينا على هذه النقطة سترقية حضرت تقولين هناك القانون أقوى هو قانون واحد هم عشائر بشلون أقوى وشلون أضعف هو قانون واحد بالشمال أيضا عشائر هم عدهم عشائر يعني حالنا من حالهم لا يوجد أي فرق بينه وبينهم رغم أنه يمكن المسمى يختلف بس هناك مسيطر على هذه الأمور يعني سلطة القانون تكون أقوى يعني البند اللي يكون جوى الشيخ العشيرة يكون بند القانون أقوى من سلطة العشيرة مسيطر عليه أي شي خارج وهنا هنا أنا برأيي يعني أكو شيوخ الناس مسيطرين على العشائر يعني عشائرهم وإلهم كلمة إلهم كلمة بس أكو عشائر غير يعني يعني من اللي لا قوى لي من السلطان اليوم للعشائر قانون ضعيف هاي رأيي أنا اللي شفته والدليل الحوادث والكوارث مو حوادث كوارث طيب سترقية هنا في البصرة نعم لو سمحتم بس هاي مقطة وكلمة تشوفوا الأخبار نرجع لها نرجع لها السراحة